ما من يوم يمر على العراقيين إلا وهم يشيعون ضحاياهم إلى المقابر التي اكتذت بهم لا سيما في المحافظات المنكوبة على يد القوات الحكومية والميليشيات المدعومة من إيران منطقة البودور في محافظة صلاح الدين استفاقت على جريمة مروعة بعملية اعدام ميدانية وبأسلحة كانتمة لاستوط راح ضحاياها ثمانية أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء نفذتها قوة عسكرية مدججة بالسلاح والآليات الحكومية دخلت عبر السيطرة الرسمية للمنطقة لتخرج بعدها تلك القوة بسلام دون حسيب ولا رقيب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان قال إن الجريمة مقتر عائلة كاملة في صلاح الدين تأكس النتائج الخطيرة لاستمرار فوضى السلاح وحرية عمل الميليشيات خارج إطار القانون واصفا الجريمة بالمروعة والوحشية أما اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي فقد أشارت إلى أن مسلسل الجرائم الإرهابية التي ترتكب بحق الشعب العراقي مستمر في ظل انعدام الأمن مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين استنكر الجريمة مشيرا إلى أنه منذ استعادة صلاح الدين من تنظيم داعش تم ارتكاب أكثر من أربعين مجزرة من قبل جماعات مسلحة ترتدي الزي العسكري مؤكدين تعرضهم للمعاملة السيئة والاعتداءات بشكل يومي من قبل عناصر ميليشيا السرايا المسيطرة على تلك المنطقة ولفتوا إلى أن المعاملة السيئة وصلت إلى حد انتهاك الكرامات والإهانات اللفظية والضرب والازدراء بشكل علني عمليات الاغتيالات والقتل عادت إلى العراق بحسب وكالة التي أشارت إلى أن العراقيين سائموا من تكرار جرائم القتل والاغتيال مجزرة البدور حلقة في سلسلة القتل الممنهج منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني في 2003 ولم يتوقف إلى اليوم تحت ذرائع شتى إلا أن الأهداف واضحة من تلك الجرائم ولعل دفع سكان المدن والقرى المستهدفة للنزوح وترك منازلهم أهم تلك الأهداف وبالتالي إحداث تغيير ديمغرافي